تحية مباركة أحبتي حيثما أنتم يوم إن شاء الله أتحدث عن برنامج كلش مهم وهو برنامج الـ H-Spice الـ H-Spice هو أحد منتجات شركة Synopsis برنامج H-Spice بالحقيقة تفرعات برامج الـ Spice كثيرة الـ Spice هو مختصر طبعا يكتب بهذا الشكل Spice C-I-C-E Spice معناها Simulation Program Simulation Program with Integrated Circuit Emphasis إذن هو برنامج خاص لعملية السيميونيشن الخاصة ويؤكد أكثر شي يعني يكون عمله على الـ Integrated Circuit يعني الـ Integrated Circuit يعني مجموعة أكثر من يعني إحنا نعرف أول شيء الدواري الإلكترونية تبدي يسموه Transistor Level على شكل Transistor تكبر تكون Gate Level اللي هو مثل يكون أكثر من Transistor Circuit Level اللي هو أكثر من Gate بعد Circuit Level ممكن تكون مجموعة سيركيتات مع بعضها تشتغل تكون لنا System Level وهكذا يعني فد حرمية معينة لكل تجمع معينة نطلق عليه فد تسمية معينة حتى نقيس كيف هذه الدائرة تصرف كتيار كزمن ديلاي تايم غيره كأفيرتج باور دايناميك باور ستاتيك باور كل هذه الأمور نحن نحتاج برنامج يحسب لنا ولازم هذا البرنامج يكون هو دقيق بالحساب حتى نعتمد عليه من نريد نطلع بالناتج النهائي برامج Spice كلها تشتغل على السيميليشن يمكن السامين برنامج LT Spice NG Spice P Spice و H Spice اللي اليوم إن شاء الله سيكون عليها شرحنا هو أدق برنامج طبعا البرنامج H Spice هو برنامج مدفوع يعني لازم تشتريه على خلاف برنامج NG Spice اللي هو مجاني لكن H Spice يتمتع بأكيوريسي عالية دقة كلش عالية ويتمتع أنه الموديلز أكو جامعات خاصة تدعم الموديلز اللي يشتغلها مثلا هسنا عدنا جامعة مثل ما تشوفون هنا عدنا عدنا شوفكم أكثر موديلات مشهورة طبعا اللي هي مقدمة من جامعة أريزونا ستايت يونيفرسيتي جامعة أريزونا ستايت يونيفرسيتي عدهفت شي سموه البيتي أم طبعا هذا اللينك إن شاء الله يكون بشرح الفيديو البيتي أم موديل ما لها اللي هو Predictive Technology Models مثل ما تلاحظون أحبائي بألفين وواحد بدأوا هما بالألفين وواحد يعني مثل ما تلاحظون أهنانا مثل ما يشر المؤشر بدأوا بموديلات تخص البالك سيموز اللي هي بدأوا بالمئة وثمانين مئة وثلاثين تسعين بالألفين وخمسة مثلا بدأوا بـ Technology Models الـ 45 نانومتر 32 نانومتر طبعا نتكلم عن Technology Node يعني عن الـ Channel الخاصة بالـ Transistor ونشوف بالألفين واثنعاش وصلوا مثل ما تلاحظون وصلوا للـ 7 نانومتر طبعا هنا نشوف أكو تبويبات للـ Transistor للـ C-MOS صارت نحن اليوم إن شاء الله شرحي راح يكون عن التأول Technology Node طبعا هي كل ها تكنولوجي نود مجرد تتنزل للـ File وتسوي لـ Including حس راح نشوف شون نبني برنامج بالـ H Spice برنامج الـ H Spice تطلق عليه عبارة Deck واضح أحبائي من نسميه نسميه بـ Deck H Spice Deck خلينا نشوف برنامج الـ H Spice طبعا أنا هذا البرنامج كيف نسمي انفرطر الـ Inverter اللي هو دائرة القلب اللي هي دائرة العكس أشهر دائرة نستخدمها باللوجيك ودائرة كل بـ استخدمها بكثرة طبعا مثل ما تلاحظون هن behavior من الإفل بس بالحقيقة الفايلات الاساسية هذا المسؤلات إستلسيها harms 180 nanometer underscore bsim3.ex هذا الموديل وهذا النتلس اللي أنا بنيته البرنامج بقية الفايلات أحبائي هذه بالحقيقة هي فايلات من نسوراً راح تتكون لنا هذه الفايلات فمبدئياً أنا أول شيء راح أسوي راح أقول له راح أحذف هذه الفايلات اللي ما أريدها أنا أوكي invert selection delete أوكي قبل لا أسوي run للبرنامج أحبائي أريد أشرح لكم شلون نبني النتلس هو هذا أصلاً هدف التوتوريال شلون نبني كيف نبني برنامج بالHSPiS طبعاً قلت لكم الHSPiS كلش مهم بعض الجامعات وأقصد تحديداً الجامعات المتقدمة الفايل الدرس المادة يعني الدرس مثلاً يوم إحنا راح نتكلم عن تصميم دوائر منطقية باستخدام الترانزيسترات يعني نبني دائرة من نصف صفر خلينا نقول وكأنما يعني نشوف شلون هي هذي بالمصنع تم بني يعني هذا اليوم أنت مثلاً طالب مثلاً إذا كنت تشتغل على برنامج simulation مثل electronic workbench أو الملتزم تشتغل ديجيطال echo add get or get note أو الـ inverter هذي شلون نبنيه من الترانزيسترات اليوم إحنا راح نتعلم شلون تم بني هذي طبعاً أكيد هذا يراد لكلاس وهذا الشرح هو مجرد عن شرح شلون نحن نسوي simulation لأن simulation كلش مهم للطالب حتى يستوعب المادة وحتى بنفس الوقت اتفيده بالدراسات المتقدمة دراسات عليا أو غيرها لأن هي هذه هي تعتبر نتعلم شلون نبني الدائرة من الترانزيسترات يعني إحنا عرفنا فلسفة الدائرة الألكترونية شون تشتغل هذه الدائرة الألكترونية طيب خلينا نبدأ بالإنفيرتر هذه الدائرة هذه اسمها نتليست هذه الدائرة عاني بنيتها للإنفيرتر قبل لا رح أنمر عليها سطر سطر واضح أحباي بس قبل لا أروح لها سطر سطر أريد أشوفكم الدائرة شون نبنيها كيف نبنيها بالترانزيسترات خليني أشوفكم الدائرة كيف نبنيها بالترانزيسترات دائرة دائرة الانفيرتر حتى أبنيها بطريقة السيموز السيموز يقول أني أحتاج حتى أبني دائرة أحتاج كل انبوت يعني أحتاج موصل جيد للزيرو وموصل جيد للوان لذلك يستخدم الطريقتين مني يصمم يستخدم البي موز الترانزيستر نوع البي موز اللي هو البي تايت والترانزيستر اللي نوع الان الان موز فالانفيرتر يكون شكلها بهذا الشكل هذه عدنا VDD هذا عدنا ترانزيستر بي موز بي موز وهذا عدنا ترانزيستر ان موز الان موز والبي موز أفرق البي موز عن الان موز بهذه الدائرة تتلاحظون يعني وكأنه ما نقاتل هذا الانبوت ومن ناية اخذ الاوتبوت اوكي ببساطة احباي لما ادخل لوجيك وان واضح شو راح يصير ادي هذا الترانزيستر هذا الترانزيستر البي موز راح ينطفي وكأنما هنا صار عندي قطر طيب بهذه الحالة من اللي عندي الدائرة منين كاملة الدائرة كاملة من هذا الشكل فراح يصير عندي الاوتبوت صفر اذا اندخلت واحد طلع عندي صفر طيب خلينا هسا اندخل صفر شوف شنو اللي يزي من ادخل صفر هذه الدائرة هنا هذه هنا شنو اللي راح يصير عندي راح ينقطع التوصيل عندي هنانا واضح احبائي فراح يروح الصفر لهالمكان يفعل لي هذا الترانزيستر طبعا بالمناسبة هذا الترانزيستر سوى انموز او بيموز هذا الطرف انموز او بيموز ما يهمني هذا هنا يسموه الگيت وهذا يسموه السورس وهذا يسموه الدرين وهذا ممكن يسموه الدرين ماكو مشكلة وهذا ممكن يسموه السورس هم يبقى ما عدنا اي مشكلة اللي يصير عدنا شنو هذا نقدر نتخيل الترانزيستر نشبه خلينا نشبه بحنفية مي اوكي فوسط بسدادة مي هذي وكأنما الگيت اوكي الگيت هي منا انت عندك ماء مثلا وهنانا احنا عدنا عدنا وعاء خلينا نفرض هذا مثلا مثلا وعاء معين من انطي للگيت لازم تعرف مثلا البي موس يشتغل بالزيرو من انطي زيرو وكأنما فتحت السدادة ومر المي مر المي بهذا الاتجاه واضح الانموز مثلا يشتغل على الواحد من انطي واحد يفتح من انطي صفر يغلق اوكي اذا هذي الگيت ابسط تشبيه الها مثل الحنفية هذا وكأنما السورس المصدر وكأنما مصدر الماء وهذا اللي هو الدرين اللي هو المكان اللي ينصرف بي اللي نفزل بي او ينصرف بي المكونات اللي تجينها من المصدر فمن انطي للجيت وان من افتح الحنفية وكأنما راح يمر الماء من المصدر للوعاء ومن اغلق مثلا اذا مغلوق ما راح يمر عندي ماء فهذا مفهوم الترانزيستر طبعا واحنا بهالتشبيهة هالكونفيجريشن هاذا الكونفيجريشن يخص الانفيرتر اوكي فده اشرح انا شرحت الواحد هسا اشرح الصفر الصفر قلنا الانموز هذا الانموز وهذا البي موز فالانموز انطفع ادنا منها نشوف هنا صار ادنا قطع به بقى عندنا البي موز البي موز اجاز الصفر هو يشتغل على الصفر اوكي فاشصار عندي وكأنما شورت سيركيت صارت عندي من الVDD للأوتبوت فطلع للأوتبوت شنو موجود عنده الVDD اللي هو مثلا خلي نقول خمسة او مثلا واحد احنا نسمي احنا بشكل عام نسمي لوجيك خمسة 20V 1 و 5 بال 10V ما علي نسمي لوجيك وات اذا انا دخلت الصفر طلع عندي واحد اذا احبائي دائرة دائرة الانفيرتر او النود هي بهذا الشكل طبعا هذا احنا ان شاء الله من اخذ دروس اكثر مقدما هذا هو تيتوريال هاي فيدي طبعا نسميها هاي نسميها VSS اللي هي مثل هذا PMOS فرقه عن NMOS فقط هذه البابل دويرة هذا الانفيرتر ومن اخذ الانفيرتر واضح وغسا راح نشوف هذا شون راح الربط بال بال سيركل خلينا نجي للشرح اهنانا يقول راح امشى عليهم نقطة نقطة حتى تكون الفائدة وتكون المعلومات واضحة بس قبل لا احتي خلوا ببالكم اي شي مسبوق بعلامة النجمة هذه لاحظوها هذه اللي بال كيبورد اللي انا لاحظوا المؤشر وين دي اشر هذا المؤشر دي اشر هنا هذه بال كيبورد انا اضغط خلينا اشوف كم انا اشوف اوس اوكي اضغط shift وحرف ورقم 8 اوكي خليني اختار هنا shift لاحظوا هنا هنا هذه هنا انا تشوفون هنا راح تكون الكتابة فضغط shift وضغط 8 لاحظوا shift و 8 شوفوا شوفوا اللي دي سيد تشوفون شنو فكل سطر مسبوق بعلامة النجمة اللي هي اسمها بالانجليز استريكس هذا سطر للمعلومات للتعليق يعني سطر يفيد القارئ فقط سطر يعني احنا نسميه تعليق اوكي يعني مثل انت اذا تشتغل بالماتلاب عدنا علامة البرسنتج اذا تشتغل مثل بالفيجوال بايسيك اكو عدنا علامة السينجل كوتا واضح كل لغة برمجة لها فد رمز معين نسميه هذا الرمز يكون تعليق هذا فائد اما المبرمج حتى مني يبرمج يسوي توثيق للبرنامج حتى بعدها مني يريد يراجع برنامج مثل هسا هذا البرنامج من اريد اراجع بعد كذا سنة حتى اذا عاني ما مستخدم الـ راح اذكر لان انا كل سطر برمج مخلي لتعليق طيب اهنا اذا تشوفون delay and average dynamic power for an inverter اريدكم تتابعون اياه كل شي اضل لها بالماوس لان راح امر عليه واشرح هذا طبعا انوان البرنامج اللي انا تعش تغل به انتو تقدرون تكتبون اي شي بس خلوا ببالكم اول سطر ما يحتاج تخلي لنجمة تريد تخلي لنجمة اوكي بس حتى ما خليت لنجمة راح يعتبر هو عبارة عن عنوان فالتال لا تكتب برنامج من اول سطر لا خلي اول سطر عنوان وبلش بعده طيب فهنا تشوفون يقول الفيس لان is the title command unknown to be proceeded by asterix يقول اول سطر هو للعنوان او للتعليق وما يحتاج نخلي الى نجمة مثل ما تشوفون هنا ما عندي نجمة بسطر الاول هنا من تبدي برنامج من تكتب برنامج دائما انت بعتبارك صاحب البرنامج فخلي اسمك حتى يعني حتى المقابل ومعلوماتك خاف ممكن المقابل هو هذا اول شي ملكيتك الخاص لان انت تعبت علي هال netlist او البرنامج ونفس الوقت قد تكون بمعلومات تواصلك حتى يتواصلوا اياك فهنا انا مثل انا كتبت انه هذا هو يعني معلومات عني السطر اللي بعد مثل المعلومات تخص قناة الوتيوب الخاصة بها السطر اللي بعد هو يمثل الويب سايت الخاص بها هذه معلومات طبعا انا افضل اكيد كل شخص يعني يضمن معلومات لان حتى خاصة مني نشرع الويب سايت ممكن انه شخص اخر يطلع علي ممكن يشتغل ويا عمل مشترك مستقبلا او ممكن يكون بيناتهم اسئلة او شغلات following asterix is ignored asterix denotes a comment يقول اي شي يجي بعد العلامة النجمة هو راح يتم تجاهله deck one H-spice program is commonly known as the H-spice deck يقول البرامج H-spice هي دائما احنا نسميها H-spice deck مثل ما ذكرت يعني إذا البرنامج مكتوب بلغة H-spice راح نسمي deck مثل ما مكتوب هنا the results of the compilation will be recorded in the file name dot list file if you get the H-spice job apported message in the file dot list it means that there are errors in the deck يقول نتائج التنفيذ احنا كل برنامج يعني خاصة اللي مشتغلين لغات برمجة مثل بالmatlab بعد ان تكملت الطيران وتشوف النتائج تندرج لك بالcommand window طبعا اذا ما مخلي علامة السمي colon بالmatlab رأس نطلح النتائج ونشوف اذا كان عندك خطأ يأتره بلغات البرمجة الاخرى في جوال basic ايضا تضغط run وتشوف اذا ارار هدك هنا بال hspice راح اذا عندك مشكلة راح يكون file نفس اسم الملف يعني هسا نطلع نطلع الفايل هذي الفايل اللي هي هنا نفسها بال inverter فان البرنامج دائما البرنامج يكون .sp راح اضطي open لاحظ من anti simulate لاحظ كم file يكون لي يعني هساني فقط قدي 180 nm underscore bsim 3 .tex وعندي inverter .sp لاحظ كم برنامج يكون لي لاحظ لاحظ كم برنامج يكون لي يكون لي الفايل الات الاصلية بس ذولة هذا وهذا يكون inverter .ic0 و inverter .less و inverter .mt0 و inverter .st0 و inverter .tr طبعا كل ملف من ذول الملفات الى عمل معين طيب هس انا مرح اروح للعمل المعين الخاص بي راح اروح للمعلومة هذي اللي يقول لي انت نتائج التنفيذ تظهر لك بال .less fire خليني افتح .less .less راح افتح طبعا انتوا بالمناسبة اول اول مرة مرح يكون شكله هيت فانت تقول لها right click و open with وتختار ملف النوت باد اللي تفتح ه يعني انا طبعا انا استخدم نوت باد بلس بلس ممكن انت تستخدم اللي تجوية الويندوز اللي هي نوت باد فقط بالمناسبة قد يكون شكلها مختلف انتوا قد تكون فقط لونها ازرق لان انتوا تستخدمون مثلا ويندوز 10 انا استخدم ويندوز 11 فشكل النوت باد هو هذا عموما انا بالحقيقة استخدم وافضل دائما النوت باد بلس بلس جميل كتكس ادتر لاحظوا للس فايل هذا هسا بال دوت لس فايل دوت لس ما عرف هنها تشوفوها او لا بس لاحظوا هاي العلامة الصفرة هسا اللي تظهر او لاحظوا هنانا دوت لس هذا فايل دوت لس هذا فايل دوت لس يقول لي ابحث على كلمة الابورتد ابورتد خل اشوف کانترول جوب جوب ابورتد jug ابورتد رح اقول لا فايل لحظوا اذا ما لگه تكلمت ابورتد كونترول اف ابور تد فايل لا واعظوا ابورتد طيب جوب ابحث عن جوب لگه تكلمت جوب ولگه جوب کانکلودي اذا لگه او تكلمت جوب كانکلودي معناه برنامجكم تنفذ وبشكل صحيح طيب وذا ما لقينا الجواب معناه صارت قدنا مشكلة خلي نشوف خلي نسوي هسه مشكلة احنا خلينا نخلق مشكلة كلش بسيطة انه نخلق مشكلة طبعا قلنا هذي البرامج اللي تجينا بالsimulation نقدر نرفضها هسه راح اسوي مشكلة قاني طبعا راح اشيل برنامج الموديل اللي نزلته من هذا الويب سايت لاحظوا احباي انا مو نزلت الموديل من هذا الويب سايت لانه نحتاج موديل اشتغل عليه فرح اخليه هنا هسه من افتح الملف موديل ما عندي في حين لاحظوا هنان هاي الفقرة عندي .include .include المية وثمانين لاحظوا 180nm under scroll bsim simulation لهذا شنو اللي راح يصير بعد انشنا الموديل لاحظوا اهنانا نفذي هو خليني اطب لل dotless file هذا لاحظوا dotless خليني اطب خليني شنو ابحث عن كلمة ابورتت اذا لقيت اول احباي اول ما تنفذون برنامج ال Hspice تشتغلون عليه على ال Hspice هذي قاعدة تروحون لل dotless هذا اش اسم انتو مدعرة الملف البرنامج شنو سميه انا مثلا مسميه هنا انفيرتر شكو برنامج يتولد بعد السيميليشن يصير اسمه انفيرت نفس الاسم اللي انتم خليه مثلا انفيرتر لاحظوا صاروا كلهم انفيرتر وبعد النقطة هذا نسمي الامتداد dot راح يكون اللي بعد الامتداد ما لا يختلف مثل هسا هذا dotless هذا dotst zero خلينا هسا نشوف ال dotless راح ابحث قلت لكم بعد التنفيذ نبحث عن كلمة ابورتت لاحظوا لقيت كلمة ابورتت معناها ما تم مرا صارت عندي مشكلة لازم يطلع لي جوب كنكلودد شون قبل شوية طيب خلينا نشوف شنو الاعتراض قده راح نشوف هذا الاعتراض يقول read in store configuration كذا يقول لاحظوا 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 ال error بالسطر 23 هذا السطر 23 يقول error inverter sp بالline 18 يعني يقول لك بالline 18 من برنامجك لاحظوا هذا البرنامج ما لي ال H17 تذكرون هذا قلت لكم الموديل بيا لين قروا لياها لاحظوا هذي يا لين هذي هذي خلينا بس اشرع عليها هذي ال 18 لاحظوا هذي بيا لين اللي هو ال include للموديل فاير يقول هذا الموديل فاير خلينا نقرأ يقول يقول enable enable to open file 180nm underscore bsim dot text either file doesn't exist exists or path is wrong please enter the correct file location يقول اما هذا الفايل ما موجود وهو هذا الكلام صحيح او يقول المسار اللي دخلته خطأ واضح فان اللي راح اسويه راح ارجع الفايل المكانه لاحظوا وراح انطيران من جديد هالمرة انطيران من جديد هسه لاحظوا لي العدد الملفات الشون يتغير ولاحظوا لي لل list هذا dot list لاحظوا احنا موعدنا job apported هذي job apported لاحظوا هاي job apported راح تتحول job concluded لاحظوا بس خليني افتح هذا اكي من جديد all files او inverter ما اكون مشكلة لاحظوا هذا الفولدر المجلد نفسه هو هذا راح اروح على ال inverter راح اطي open راح اطي simulate لاحظوا اش كم فايل صار عندي تولدان خمسة قبل شوية ما تولدان خمسة اذا تذكرون تولد فقط dot list و dot st zero وفقط هذا هسه خلينا نطب لل list من جديد قل لي صار اكو تعديل عن list لا طبعا لان هنا فاتحة هذا اجراء روتيني بالnotepad plus يقول لي ترى تحدث اه اسوي reload اقول لي اي reload لاحظوا هسه ابحث عن apported لاحظوا هاي كلمة apported اردى شوفا ما لقيت apported ابحث عن job احظوا ش لقيت job concluded معناها انا اتنفذ عندي البرنامج هذي انا دا اتكلم طبعا هنا يطيك statistics اش قد اخذ وقت التنفيذ 17 بالعشرة ثانية وباش الساعة بدأ وباش الساعة انتهى وهالسؤال في كلها هو يطيك يا حد طيب انا هنا كله وين وقفت بيا سطر وقفت بالسطر اللي دا اقول لك انه ال file وين راح يكون يكون بال dot list طيب زين يقول هنا بالline 10 لاحظوا انا وصلت هسه 10 يقول to view the output in text format open the file fire name dot list with any text مثل ما قلت لكم هذي الفايلات اي فايل اريد افتحها من ادها رأيت click open with وانت شنو النوت باد اللي عندك انا مثلا هنا notepad plus plus اكو شخص يريد يفتحها بال word ما كو مشكلة اوكي بس انا افضل صراحة اما notepad اللي تجو يا windows او نزلو notepad plus plus هي مجانية وكل شخص برنامد طيب اهنانا شنو سطر داعش يقول in order to view the results graphically open the cosmos scope cscope tool once cscope opens do file open plot then locate the folder where your simulation files are stored and double click on the relevant file name dot tr يعني حتى تشوف المدخلات والمخرجات ما التكفى راح تكون من dot tr file لاحظ هذا هنا عندنا بعد simulation تكون inverter dot tr اذا dot less اذا انا اول ما اصمم احتاج ابني برنامجي اللي هو امتداد يكون dot sp وطبعا اللي ما يعرف شون نسوي dot sp مثلا هس انت تريد تبني folder تريد تبني برنامج جديد لل and get كل اللي تسوي new text وشو تقول مثل and gate تخليهم لازم وتمشي على extension بدل ما هو txt تمسح وتخلي sp لاحظوا sp وتضطي enter لاحظوا فصار ادي dot sp اهنا انا اقدر افتح اكتب البرنامج الخاص بي هذي فقط خاف بعض الاشخاص يعني يتسائلون كيف نسوي file dot sp طبعا احبا انا اشرح واحنا ان شاء الله بمرور الوقت راح نتعلم شوي شوي انا احاول ان شاء الله ارفع اليوم على الانفيرتر على الانت gate الور gate وهكذا لحد ما ان شاء الله نحاول نغطي كل دوائر المنطقية حتى يكون انت يكون فهم واستيعاب وحتى ان شاء الله هذي طبعا تقدرون تشتغلوها مشاريع تخرج تقدرون تشتغلون simulation على مستوى اطار ماجستير حتى بالدكتور اذا تقدرون تشتغلون امور simulation لان hspice هو برنامج كل محتمد وكل محتور طيب ارجع هس اريد اشوف الرسومات الخاصة بيا الامبوت والاوتبوت ادي هذا الكوزموسكوب راح اقول لأوبن انا بالبداية سوي simulation بعد راح انطي كوزموسكوب هس بالكوزموسكوب حتى اطلع الرسومات الخاصة بيا اشوف الامبوت اشوف الاوتبوت راح اروح للفايل امطي open file open طبعا الماوس يتحرك open اروح بلوت files راح يوديني للمجلد طبعا هو ضروري هو تلقائيا اش راح يشوف ني ما راح يشوف ني كل الفايل يشوف ني فقط الفايل اللي يفتح الكوزموسكوب اللي هي .tr خلوا ببالكم أنا عندي غير فايل لاحظوا من اخلي all files لاحظوا شو ظهر لي كل الفايل الموجودة عدي بالمجلد لكن انا بالحقيقة اللي يهمني فقط .tr أعيد من جديد فايل طبعا بال H Spice أضغط على C-scope Cosmoscope كلش حلو مرتب خوش برنامج بس بس خلوا بس خلوا ببالكم I of I of هذا اللي يهمني أوكي مثل ما تلاحظون أحباي لاحظوا للرسم لاحظوا لي هذا الأوتبوت اللي هو ال-V-O وهذا الأنبوت لاحظوا لما أدخل لما نكون عندي هذا الأنبوت خليني فقط أرتبهم بطريقة خليني أرتبهم بطريقة طيب أوكي جيد هذا الأنبوت لاحظوا ال-V-In هذا الأنبوت وهذا الأوتبوت وهذا التيار لاحظوا لما نكون عندي الأنبوت 0 لاحظوا منها خلينا نشوف لما نكون عندي من ال-V-In ال-V-In هو logic 1 ال-Output يكون logic 0 ولما نكون عندي ال-V-In logic 0 يكون عندي ال-Output logic 1 لاحظوا يعني هو هذا عمل ال-Inverter ولاحظوا قد يكون عندي التيار وين يكون عندي التيار لاحظوا هس إذا أخلي مصدره خليني أشوف كم بالمصدره حتى تكون عندي الأمور واضحة لاحظوا لاحظوا مثلا هذا قد عندي هس خلي نقول 1 و 8 بال 10 خلي نشوف هنا قد عندي لما هو 81 طبعا هنا خلينا بالوسط مثلا بيا زمن هس بزمن 9 و 6 بال 10 نانو سكن خليني هنا أشوف هذا طبعا إذا تريدون تشوفوها هنا مثلا بال 9 و 6 بال 10 يعني تقريبا متقاربة هنا نشوف عندنا الفولت هي شبه صفر هنا عدنا 1 و 8 بال 10 تقريبا هنا عدنا مايكرو فولت يعني فتشي كل شي ليكيج أشبه بالليكيج يعني فتشي كل شي طفيف 0 يعني هو لوجيك 0 طيب هنا خلي نشوف اش قد صار عدنا تيار اش قد عدنا تيار من صار عدنا انتقال من لوجيك 1 لوجيك 0 راح نشوف هذا التيار خلينا نشوف نحرك نشوف هذا التيار بالوقت اللي هو 9 و 5 بال 10 نانو نانو second اش قد هو عبارة عن ناقص 400 مايكرو امبيار امبيار اوكي طبعا هنا تقريبا شبه صفر اوكي لكن هنا يكون عدنا هو 400 مايكرو امبيار لاحظوا بكل انتقال من 0 الى 1 لاحظوا بالانبوت انتقل من 1 الى 0 عندي صار تيار انتقل عندي من هذا من 1 الى 0 هس من 0 الى 1 ايضا صار عندي هذا تيار لاحظوا بس مني ينتقل من ال 1 لل الانبوت يعني عند الانبوت لما يكون عند الانبوت لما يكون عندي الانبوت 0 التيار يكون بالناقص لما يكون عندي الانبوت بالواحد فيكون عندي التيار وعني يعني النتيجة طبيعية تقريبا ما مشكلة هذا طبعا كل مثلا لما يطلب منعتكم تسوون تحليل لدائرة معينة هو اللي يطلب منعتكم الفولتيات الداخلة الفولتيات الخارجة التيارات التي صارت عندها الليكيج كارينت الباور وغيرها من الأمور طبعا أنا بالنسبة لعملنا لهذا شفنا الانبوت وشفنا الانبوت وشفنا التيار الخاص بالانبوت وراح نشوف انه احنا نريد الديناميك باور راح نشوف ها بملف اسم MT لاحظوا يقول لي open ويا ما نفتح اقول ويا النوت بعد اذا خليت always use this app to open .mt 0 راح يتغير شكل الايكون الايكون يصير نفس النوت بعد لاحظوا لاحظوا هسه شكل هاش لون صار هذا الامتي صار نفس شكل النوت بعد خلي شوية اكبر الview مبالغ بي هذا لاحظوا الارج اكبر لاحظوا الامتي صار نفس النوت بعد خلينا نشوف هنانا شبي هذا هذا طبعا time delay هنانا تقريبا تلتعش بيكو سكند تي دي وان تلتعش بيكو سكند تي دي دو تلتعش الدايناميك باور هي تقريبا اربع طعش وسبعة بالعشرة مايكرو واط والتامبرتشور اللي نشتغل عليها هي ميت سنتجريد طيب خلينا نرجع لشرح برنامجنا انا فقط هسه دا اوقف ب blind line واقول لكم شنو معناه line 14 يقول for example file that open wave you are interested in طبعا ارجع وقول اكو غير simulation اكو مثلا عدنا spice spice explorer هذا ايضا برنامج خليني اشوفكم ايا يعني قصدي انه البرامج اللي تاخذ الفايلات تقراها هي تقرأ البيانات البيانات موجودة بها اشبه بال يعني شيون مثل برامج الاكس القيمة اكس واي وترسم عليها فالبرامج كثيرة انا شوفتكم الكوزموس كوب واكو مثل ما قلت لكم عدنا spice اوكي ما اعرف spice يحمل او ممكن ما يشتغل اضع رضوية الكوزموس كوب ما عدنا مشكلة خلينا نعيد تجربة بيه مجرد انا احب دائما اشوف اكثر من شغلة حتى يكون المقابل علم ودراية بالأمور يبدو ان spice ما يشتغل بس خلوا ببعضكم اي برنامج حتى لو كان برنامج اكسر انت اذا تقدر تفتح البرنامج الخاص بالرسم اللي هو هذا الامتي لاحظوا اذا فتحنا اوكن او مو الامتي عفوا التي ار التي ار خلينا نحاول open with من انت صح مجرد اريد نشوف لاحظوا ما فتح طبعا لان هذا ما تعرف عليه هاي من يتطلع انه هيتش ما تعرف عليه لان ما يتعرف عليه يعني لازم ممكن بال excel يتعرف عليه سما اريد انا اضيع وقتي بهذا الامور بس رديت اقول لكم انه اكل cosmos وحذا cosmos اكو هذا ال wave ال wave analyzer لاحظوا اللي هو يشبه الى حد ما spice اللي قدت لكم عليه spice explorer اوكي ما عرف ليش ما يفتح لان لدي الامور صحيحة هنان بس ما عرف ممكن يكون glitch اكو فهذا مشكلة معينة مو بصددها احنا هذي نرجع للبرنامج طيب اهنانا شو يقول يقول الفولتج wave forms will have v prefix for example v n and current wave forms will have a small letter i prefix for example i v n طبعا هنا برنامج h spice برنامج يعتمد على الرموز الرموز اللي يتخليها بالبداية فمثلا اذا تخلي v لاحظوا هنا هذا السطر البرمجي لاحظوا هس احنا طبعا توقفنا blind 16 اوكي لاحظوا السطر البرمجي هذا ال41 لاحظوا مكتوب small letter v معنا هذا مصدر وراء اريد اميزة فسميت طبعا احنا دائما نستخدم عبارة بالالكترونيكس عبارة السابلاي والقراون فدائرين اميزة اقول لهذا ال v سابلاي اسمه vdd وال v ground اسمه vss طبعا هذا اكيد الناس اللي ماخذين درس الالكترونيكس ودروس تخص الالكترونيكس ودجيطال الالكترونيكس يعرفون شنو معنا vdd و vss اس اوكي طيب هسه هنا انا احبائي لاحظوا هذا السطر ما مسبوق بايشي يعني هذا الكلام كل المكتوب هنا لاحظوا اذا تلاحظون بهذا اول سطر وهذا الباقي كله نجم نجمات مسبوق بنجمات هذا عبارة عن كلام هو شرح تريدت مسحة مسحة يعني من تبطي دليت ماكو مشكلة اوكي وطبعا هسه عاني حتى للسهولة حتى تشوفون راح انطي دبليكيت دبليكيت اوكي 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 شوفكم شوفكم شنو معنى هذا اريد اشرح وامسح الشرح راح طبعا بالنهاية راح اخلي لكم هذا البرنامج الخاص بيا يعني 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 باني راح اخليه بالdescription اقول لكم منها يبدي البرنامج ومنها ينتهي اوكي لاحظوا هسه البرنامج بدأ مننا dot include 180 nanometer underscore bsim dot 3 dot text هذا يقول لي جيب للموديل ضمن للمحتويات الموجودة بهذا الملف اللي اسمه 180 nm underscore bsim dot text طبعا احب اذا اروح للمجلد هذا 180 طبعا بالمناسبة نقدر نفتحه بالnotepad هذا عبارة عن الموديل بتشوفون هذه الكلمات والشغلات و prw مثل هنا كذا هذا التصميم هذا التصميم اللي شوفتكم قبل شوية اللي قلت لكم جامعة اريزونا بانيا موديل اللي هو هذا 180 هذا اذا تفتحوا من تفتحوا او تنزلوا راح تلقون هذه محتوياته لاحظوا هذه هذه محتوياته شوفوها هذه المحتويات الخاصة بي فآني هنا بالبرنامج تشغل لهذا الموديل دائما الموديل شو سوي من تقدك برنامج بال hspice كل البرامج اللي كل التصميم الخاص بي خليه بالفولدر لاحظوا هساني هذا هنا مسمي inverter فجاي بالموديل هذا الموديل لاحظوا هذا الموديل فايل هذا اللي دائش رعليه هذا مخليه بنص الفولدر اللي اسمه inverter 108 وهذا inverter .sp مثل ما ذكرت قبل شوية هو البرنامج اللي آني دائبني واللي دائش رحلكم علي حاليا اللي هو هذا اللي قلنا سوينها جديد طيب هساني اريد انفذ من جديد حتى لا انسى هذه الخطوة رح اخلي فقط رح اخلي فقط برامج البرنامج والموديل البقية امسحهم حتى ايضا يشوف التغيير طيب طبعا خليني احفظ هذا save وين رح احفظ احفظ بنفس المكان اوكي هسا من ارجع للفولدر المفروض لحظ هاذ اشتغل على نيو هذا شو يقول لي لاحظ الشرح يقول انا مخلي شرح ليش خلي الشرح حتى صراحة هذا الشرح مثل ما قلت لكم الي انت كاب مبرمج تعلم دائما بالبرمج عدنا الشغلة كلش مهمة بمادة software engineering software design دائما يقول لك وثق برنامج ولان انت ممكن تشتغل عليها بشكل مستمر و اوكي بس ممكن انت فترة ترك وترجع له ممكن اشهر ممكن سنين فدائما اذا ممكن شخص اخر ياخذ شغلك ويطور عليها فانت اذا موثقة انت بال safe side ما عندك مشكلة طبعا بالمناسبة هس اكو مواقع الكترونية وهي تقوم بهذا العمل يعني ايضا شارح في قائمة تشغيل شرح برامج هندسية engineering programs شارح عن شي اسمه get hub get hub بهذه الخاصية للناس اللي حاب يعني توسع مداركها وحابة تطلع على هالموضوع اللي هو كيف نسوي version control شون البرنامج من يتحدث ويمر بتحديثات شلون هذه العملية الخاصة بالتحديثات احنا نواقبها شي بشي طيب فهنا ندي يقول طبعا بالمناسبة الشرح البرنامج ممكن يكون هذا الانفيرتر شرح يكون ب10 دقائق بس يمكن انا هس شرح يطول اكثر ليش لان دائما انا من اشرح اخلي ببالي قاعدة انه اللي دي تابع الشرح هو ما عنده معلومات 100% عن البرنامج مجرد دي يتعلم خلي نقول من مستوى خلي نقول 20% 30% مجرد هو يعرف يستخدم الحاسبة عنده معرف بهذا العلم اللي انا اشتغل عليه او قريب لهذا العلم ويريد يطور نفسه فلذلك انا اطول بالشرح طيب هس دا نشوف ذول نرجع ونقول نجمات بما انه نجمات يعني شنو كلهم شرح فهنا دا يقول لي يعني يقول لي هذا هو كل اللي سويت خليت التكنولوجي موديل احنا نسمي التكنولوجي موديل يعني الترانزيستر لما كان 180 بعدين 90 والان وصل اقل من 7 نانوم ميترز اوكي وطبعا هس داي شوفون اكو عن البدائل طبعا داي شوفون الكاربون نانا توب ودي شوفون شغلات الكوانتام ودخلها وبمسارات اخرى وترانزيسترات جديدة مثل الفنفت وغيرها لان بعد يعني ما يقدرون صراحي يزقروها لان اكو قصور بأشباه المواصلات نفسها وما ريد نخوض بهذا الحديث بس مجرد هذه رؤوس كلام اذا تبحثون عليها تجدون هي اللب اللي تريدون اللي تجدون عليها كلمة عليها المعلومات وشنو المشكلة اللي صايرة يعني لما اقول قصور بأشباه المواصلات بعد ما نقدر نزغرها اكثر يعني السيليكون ما نقدر نستخدم بعد يعني من نزغر اكثر يعني اقل من نانوميتر من السيفن نانوميتر مثلا ممكن تظهر مشاكل اللي هي اللي كيج كارينت الشور سيركت كارينت السويش كارينت هو اي امور طبعا طيب فيقول هذا التكنولوجي موديا فأعني هسا استخدمت 180 اللي فهم الشرح مثل يقدر مثل اذا اقول لروح للويبسايت استخدم لي اللحظة مثل التسعين نانوميتر شنون راح تستخدم طبعا كل ما في الامر تسوي لداول لوت لهذا وهنا بدل ما تكتب هو شسمه هو شنو اسمه بعد التنزيل تخلي اسمه اللي لقيته بعد التنزيل فأعتقد هو مثل التسعين نانوميتر فهذا طيب بعدها يقول يعني هذا الموديل اللحظه اللي سوينا لداول لازم يكون بنفس الفولدر حتى ما تصير عدي مشكلة اذا تذكرون بالبداية قلت لكم ظهرت لعدي مشكلة الأبورت اوكي قلت لكم هي مشكلة معناها خطأ اذا هس نحذف هم ايضا شرح نحذف يقول if the model file name is given by you, the file name for the model file should reflect the manufacturing technology for which the transistors are modeled, here it's 180 nanometer, the contents of the model file are to be obtained from the predictive technology, model ptm website Arizona state university it's available at the following address يقول هذي بداخل المودل file المودل file انت تقدر تغيره يعني هسا يجي واحد يقول انا اسمي مثلا اريد اغير الاسمي F2 مثلا اريد اسميه احمد اوكي اقول اوكي تسميه احمد بس ترى من تسميه احمد هنا من تستدعي هنا هم استدعي بأحمد اوكي هنا احمد هسراحان يخلي احمد ما راح يخلي 180 ولو احنا هنا بالشرح هذا الشرح هنا يقول دائما خلي انت ش اسميه بالتكنولوجي مود بالتكنولوجي نود عفوا مو مود شنو التكنولوجي نود المية وثمانين مثلا احنا عدنا المية وثمانين عندنا 130 90 65 45 من أعلى شيء صعودا الأقل شيء 7 نانومتر بالمناسبة هل سمارات مثلا الناس يشتري لابتوبات يسمع عبارة جيل خامس جيل رابع جيل سابع أحبائي هذا معناه أنه التكنولوجي كل ما صار الجيل المصنوعة منه الحاسبة عالي مثلا الجيل الخامس أفضل من الجيل الثاني أوكي هذا شنو هذا الجيل الخامس معناه أنت تستخدم تكنولوجي صغير يعني شنو يعني بدل خلينا نفرض الجيل الثاني يستخدم التكنولوجي نود اللي هي 180 أوكي مثلا الجيل الثاني يستخدم هذا المودر مثلا مثلا 180 الجيل الخامس الأحدث من قده مثلا يستخدم خلي نقول مثلا 45 نانوميتر أوكي يعني الفرق شنو بالأجيال بالحاسبات هي فرق حجم الترانزيستر طبعا كل ما زغر معناه راح ياخذ بيانات أكثر طيب نحن وصلنا قلنا هنا تقدر المودر أنت تغيره بس خلي ببالك من تغيره يعني هنا أنا غيرته إذا تتذكرون سويته أحمد هنا أيضا غيرته صار أحمد لازم تغيره الأحمد طيب هنا أنا أريد أقيس أريد أقيس أنا مدام أشتغل أنا أريد أقيس أزمان إجقد من أنطي يطلع لأوتبود إجقد عندي كد عندي كذا كذا فدائما نحن يصير عندنا بالديجيطال أنا أحكي على اللي يشتغلون مثلا عن وغيرت وهالسوال اللي يصمون نشتغل ترانزيستر الأنسيز يسمون نكتب طبعا هي بس نقري ترانزيستر أوكي ترانزيستر أوكي أنا لسيز أي هذا اللي نشتغل عليه فحتى تشتغل ترانزيستر تكتب لهذا الكود لاحظوا لاحظوا كم كود راح يكون عندي بالنهاية هاي كلها شروحات فهذا الترانزيستر طبعا الترانزيستر يقول لي إيش قد أنت الأنسيز لش كم سكن أقول للكلية عشرة سكن يقول لي طيب لاحظوا هذا الكلية عشرة سكن يقول لي كل إيش قد يصير عندك الأنسيز أقول لكل 0.5 نانو سكن يعني كم أنالسيز راح يصير أدي بالحقيقة إذا تقسم العشرة على خمسة بالعشرة يعني مية على خمسة راح أصير عندك عشرين مرة هنا أنا هذا الشرح نرجع ونقول بما أنه نجمات قبل فهو الشرح فأيقول لي the dotted run statement specifies a transient analysis 0.5 indicates the operating point calculations are performed at half nanosecond intervals 10 nanosecond is the total simulation time مثل ما قلت لكم يعني هاي العشرة nanosecond اتشقت كل السimulation time مثل عشرة nanosecond بس انت هال simulation الخاص به السimulation time كل قد تريد call point five واضح طيب هس نعبر لللي بعد اللاين اللي بعد dot option post هذا dot option post طبعا للي command اكو كثير من ادها راح نستخدم هنا بكثرة dot option dot options post هذا احنا حتى نشوف output احنا مراح يظهر ادنا output من نريد نشوف output مثل الرسومات الغيرة فهذا يمكننا نشوف output فارجع وقول بما انه هذه نجمة فمعناها هي comment معناها هي شرح فراح احذرها نجي لللي بعد مراح 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 هذا شنون يقول لي اشقد درجة الحرارة specify the junction operating point operating temperature اشقد درجة الحرارة هو هنا ياخذها 100 100 اخذناها لان احنا نريد نسوي design بسا بعد اش عندي عندي v supply و v ground اول شي v بما انه سبقتها بحرب v يعني انا يسوي voltage source مصدر volt هي طبعا اهنا انا انا اش سميت v supply البرنامج بالنسبة للبرنامج مجرد يشوف v يعرف انه هو ينشئ v supply يعني انت هسه تكتب مثل v مثل v علي اوكي كل شي يسوي لك مصدر volt وهذا اسم علي بس خلي ببالك هذا مو اسم هذا مجرد تسمية طيب يجي واحد يقول اقدر اسمي v1 ايه تقدر اسمي v1 v2 v 1000 سمي 10000 ما كو مشكلة طيب وين الاسم ما له الاسم ما له هذا v supply vdd طيب بعد اش احتاج معلومات احتاج المينمم اللي هو هنا صفر والماكزمم اللي هو هنا 1.8 طيب اللي بعد الground شاسمها vss اوكي vss اسمها شنو هو صفر بصفر الground صفر اوكي فهنانا شي يقول لي طبعا خل احذف انا طبعا دا اتعمد امسح الكومنتات حتى تشوفون شكل البرنامج النهائي احباي اوكي طيب اهنانا هذي نجمات ارجع و اقول هذي هي عبارة عن شرح خلينا اقراها خلينا اقراها هذا الشرح شي يقول كل شي مسبوق بحرف v معناها مصدر فولتية المصادر اعلى هي مصدر فولتية و مصدر ارضي يقول هنانا المصدر التغذية اللي استخدمنا واحد وثمانية بالعشرة يعني الترايل مالتا الماكزمم الترايل زيرو و 1.8 يعني الحدود مالتا من الصفر لل 1.8 وهنا ذكر عبارة nominal supply voltage 480 نانوميتر طبعا هذا يقول هذي اذا تشتغل تكنولوجي نود 180 ف ال 1.8 بالعشرة مصدر فولتية الماكزمم هذا كل جزية طيب هسي يجي واحد يقول واذا استخدمت مثلا 45 اقول لا ما تبقى عندك 1.8 بالعشرة فولت راح تقيل وهذا هسه خلي اربط لكم هالكلام لما على اجيال الحاسبات ليش انت تريد تشتري حاسبة جيل اعلى من جيل تلقائك فروقات طبعا اذا تكلمنا بال الفروقات احيانا 100 دولار نفس الحاسبة بس الجيل يختلف 100 دولار مثلا تفرق ليش لان بالحقيقة مصدر الفولتية واحدة من الامور مصدر الفولتية راح تكون يشتغل على فولتيات قليلة فمعناه ما راح يكون عندها صرف للباور عالي ومعناها البطارية تبقى وقت اكثر مشتغلة وانت لابتوب مثلا وبعد ومعناها بما انه انا حجم الترانزيستر زغر معناها مثل مثلا اذا كانت انا عندي حاسبتي 12 انش او 15 انش مثلا كان بيها 1000 ترانزيستر من زغرت الترانزيستر مثل راح يصير عندي مثل 1500 من زاد عدد الترانزيستر شنو انعكس انعكس عدد عمليات اكثر معناها صارت كفاة الحاسبة اكثر فهذا امسحه ما عندي بي شي طيب هناك شوفون انا كاتب النت لست بيجينز يعني هذا من انا انت مثلا من تشتغل بال اكو بعض الكودات دائما راح تحتاجها انت شوفوا هاي الكودات اللي ذكرتها هذي كلها هذي الكودات عبارة عن انت تحتاجها على طول يعني موجودة هذي تخليها بالفايل بس انت تصميمك هذا التصميم اللي تبنيه واللي لازم انت عارف تبنيه يبدي بالنعنى طيب هسا انا خليني اعبر عن او خليني اخذ الامور اللي مردها شوفوا الorder of specifying is as follows شوف هسا اريد ترانزيستر هذا الترانزيستر شلون انا بهذا الرسم شلون اربط هذي الدائرة هذي الدائرة لاحظوا هذي شلون اترجم هاي الدائرة لهذا البرنامج هذا الشكل ويمكن اكو شكل اعقد كيف اترجمه كيف هذا الشكل اترجمه لهذا الشكل اوكي عملية لازم يعني انتبه لها اول شي لترانزيستر لاحظوا اول شي من اريد اضمن اضمن ترانزيستر بال بال ايش بايس اول شي ابدأ بحرف ام ام معنى انت تبدي ترانزيستر V احسنتم قبل شوية اخذناها V لل voltage source وال I small letter I معنى current source طيب ام معنى transistor الترانزيستر شري احدد يقول حدد للي drain حدد لل gate حدد لل source اللي هما دولة تذكروهم عفوا دولة تذكروهم قلتلكم كل واحد من دولة هسا هذا اذا نجيبه هذا متكون من هال شكل source و drain وهذا عندي gate واضح طيب بعد اش عندي اكفة التفصيلات صغيرة هنانا ما تظهر عندنا بس بال H spice لذلك كان قلتلكم ال H spice طبعا كلش دقيق اكفة شي اسمه substrate يعني المكون اللي يتكون منه هذا يعني هذا شي خص التصميم substrate يعني هل هو pmos لو nmos اوكي طيب وبعده substrate type اللي هو هل هو pmos او nmos وبعده width والlength اش قد عرض الترانزيستر واش قد length مع الترانزيستر طبعا بالمناسبة بالنسبة للwidth والlength هذا اكو موقع يعني انت كل ما اتعرض الترانزيستر افضل لكن طول الترانزيستر احنا دعنا نتكلم عن طول technology node هنا اجقد احنا طول 180 الترانزيستر كل الترانزيستر اللي استخدمها طولها 130 بس العرض لأ انت تقدر تخلي هذا الرقم شوفوا مثلا هنا مخلينا 180 اوكي هنا مخلينا 360 لاحظوا 360 فانت العرض تقدر تاخذ حاجم ماكو مشكلة تقدر تخلي ترانزيستر وكأنما سابترايت بالعرض ماكو مشكلة لكن الطول لا يعدد طيب خلينا نجي للسطر البرمج الاول شنو اللي سوا قلي أخذ لل PMOS لاحظوا خليني وكأنما شنو هالكلام Clear Canvas خليني شاشة بشاشة أسويهم بالله اوكي لا Escape الشاشة هادي وهذه الشاشة طيب هنا شو يقول لي يقول لي اخذ الترانزيستر الأول أوكي بأموان أوكي شخلي لي إياها أخذت هذا الترانزيستر طبعا هو شنو هنا نوع نوع PMOS فأخذ لل PMOS هذا أوكي أربط لي من طرف لاحظوا الدرين الدرين أربط لي بال output طبعا احنا قلنا هذا Source وهذا drain أوكي هذه النقطة أربطها بشيء اسم OP output أوكي أوكي والgate تلاحظوا ثاني وحدة ثاني حرف ال-N لل-gate ال-gate بال-N أوكي هذه N ما كو مشكلة طيب وشي يقول لي بعد يقول لي Source ترانزيستر هذا Source مع الترانزيستر أربط لي بمصدر الفولتية اللي اسمه VDD طيب ما كو مشكلة طيب أذني ال-W وال-L ذولا ما علي أنا بهم قلنا ال-Way ال-Way و-Length ها طبعا دعا أعلمكم شلون نحول هذا الرسم شلون هسه مثلا إذا نشوف رسومات أخرى كيف تحولناها طيب ال-N2 شو يقول لي ترانزيستر ثاني أول ما أباوع على نوعة لاحظوا نوعة نوعة NMOS إذن أخلي ترانزيستر ثاني NMOS شنو فرق ال-NMOS عن PMOS أحسنتم PMOS بهذه الدائرة أوكي ال-NMOS ما بهذه ماكو هنا دائرة هنا طبعا قلت لكم هذا هنا مثلا هنا يسمي Drain ماكو مشكلة وهنا يسمي Source 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 هو B Source و B Drain أي واحد من عندهم ممكن يسمي Source ممكن يسمي Drain ما بيها مشكلة طيب هسا شي يقول لي هو شي يقول لي يقول لي أربط لي لاحظوا بال-NM2 يقول لي أربط لي ل-Drain بال-OP يعني هذا ل-Drain هنا هذا ل-Drain مثلا أربط لي بمن بال-OP هذا ال-OP هاي نقطة ال-OP خلي أسويها فقط احنا أسويها حتى تكون O-P واضحة طيب هاي ما علينا خطوط مجرد للتوضيح طيب وش يقول لي يقول لي أربط لي ال-Gate ما له لل-Gate الخاصة بيه لل-N طيب أنا هذي بال-N وهذي بال-N إذن ذولة صاروا بال-N طيب وبعد شي يقول لي يقول لي Source لاحظوا احنا جقلنا transistor اللي هو M لاحظوا هاي بالنجمة أبو النجمة الشرح أول شي transistor اللي هو M1 أو M2 transistor جديد صار اسمه M2 فترانزيستر اللي هو M الدrain اللي هو بالنسبة لل-M2 OP ال-Gate يقول لي بال-N هاي ربطناها بال-N طيب Source أربط لي بال-VSS اللي هو الصفر مصدر الفوطية احنا مو قلنا هذا الدrain بالنسبة لل-N MOS هذا الدrain وهذا Source يقول لي هذا أربط لل-VSS ال-VSS اللي هو طبعا بالحقيقة ل-Ground VSS طيب وش يقول لي هذا هو بعد ما عندي شي تمام هسه هذا الشكل مو تتذكرون قبل شويان قبت لكم ال-Inverter هيت شكله هذا VDD وهذا هذا N Unput ومنا Output مو تتذكرون قبل شوي هيت حجيان هو هذا نفس هذا مو صحيح ايه اكيد صحيح بس هنا أنا أكو شغلة هنا أنا أكو شغلة قبل لا ينهي رسمه شريد نسوي احنا الدائرة الكهربائية دائما كل دائرة كهربائية بيها فتشي اسمه load حمل اوكي فهسه هذا تصميمي لحد الان اوكي هذا تصميمي هذا برنامجي الخاص بال-Inverter هاي بنية ال-Inverter وهذا ال-Inverter ارجع وأقول أريد حتى أظهر لكم إش قد حجم البرنامج الحقيقي راح أحذف كل الكومنتات أخلي فقط البرنامج لاحظوا هسه هذا نجم الشرح يقول the following circuit consisting of transistors M3 and M4 forms the load هنا اللو يعني أنا أريد هاي الدائرة كل دائرة هي بالنهاية مربوطة الحمل سواء تشغل أو تطفف تشي فهذا اللو كيف أمثله لاحظوا إذا باوعنا للload اللود طريقة التركيبة لاحظوا ذني مش شابهات الgate عفوا عدنا transistor الgate مش شابهة الدرين مش شابهة عفوا والgate مش شابهة والsources واحد للvdd واحد للvss و و بيموس بالحقيقة هو خلة خلة انفيرتر يعني وكأنما وكأنما كل اللي سواء لاحظوا بهذا الرسم هذا الرسم ربط لشي اسمه اثنيا النوت وهو كل اللي سواء vdd vss اوكي هذا الpey موس وهذا الان موس بمناسبة هذا الpey موس وهذا الان موس اوكي ربط اللي هنا اوكي بالنسبة للoutput وين خرج vdd اوكي اوكي اعفوا هذا هنا الoutput للgate الpey وهذه النقطة هي اللي اسمها اثنيا نوت ثانية هذا load عادي وكأنما احنا دعما من نريد نخرج يعني logic 1 او logic 0 هو بالحقيقة نخرج اللوت بس هنا شنو اللي غير لاحظوا هنا تنتبهوا بما انه load ما خلى الودث لاحظوا الودث هنا بالنانو هنا بمن الودث بالمايكرو اوكي هنا نقدر نقول 36 يعني هنا تقريبا اضربها ب1000 تطلع 360 نانو اوكي يعني الودث تقريبا بقد الودث الخاص بالانموز اوكي واللينكث هنا يعني اقل تقريبا لاحظوا هنا 180 هنا اللينكث نفسه لكن ادك عندك هنا الودث يختلف طيب طيب هسا هذا نحذف اوكي اهنانا ورجعنا للنجمة يقول everything is preceded by M means CMOS transistor مثل ما قلت لكم كل شيء قبل حرف capital letter M معناه هو CMOS transistor هذا راح احذف اهنانا يقول الend of netlist or component specification not the end of H spice program هاذا الend ما طيب هسا شنو بعده احنا خلينا هسا خلينا هاذ البرنامج صممنا الانفيرتر الخاصة بنا طبعا بالمناسبة انتو احبائي مشاهدين سواء طلاب باحثين اي شيء الشغل دائما يكون عدنا بال netlist اللي نبنيها اللي هي اما هسا مثلا بنية انفيرتر ممكن شخص يبني full ادر ممكن شخص يبني multiplier circuit فهو الشغل راح يكون يصير بهذا اللي انا هسا شرحت وانتهيت من عنده واضح طيب طيب هسا احنا هذي دائرتنا شرحناها الريد نسوي لها فحص فلازم ندخلها input فراح ندخل فتشي اسمه vn وهذا vn هو عبارة logic 1 وlogic 0 احنا طبعا بما انه هي input هي input مدخل واحد الها فاحنا نعرف من truth table truth table tt ايش عدنا اذا صفر هذا input وهذا output اذا صفر يطينا واحد واذا واحد يطينا صفر اذا انا بالحقيقة احتاج مجرد احتاج وكأنما signal مرة صفر هذا ادي صفر وهذا واحد اوكي كافي هذه الحالات input واحد اللي هو vn طيب ال vn اهنان ال vn بما انه مسبوق بحرب v معناه voltage source مثل ما ذكرنا ببداية شرحنا طيب وش اسمها النوت اسمها in ال input voltage طيب اهنانا اه احنا الفولت هي مالتنا منين منين راح يكون اللي تريز مالتها هذي هذي ال vn الماكزمم الخاص بيها لاحظوا احباي الماكزمم اسمه in اوكي والمينمم اسمه vss اوكي لان اطراف الها طيب هنا هذي من النوع اللي تكون لاحظوا شنو نوعها pulse pulse يعني شنو مستطيلة طيب كيف امثلها بما انه هي مستطيلة لاحظوا لاحظوا بما انه هي مستطيلة خليني شوية اوضحها هنا هسه راح تتوضح عندي طبعا هي هذي هذي ال n وهذه ال vs s وهي كلها اسمها vn طيب طيب هي نوحة pulse يعني مربعة مو نوحة triangle مثلثة ولا نوحة sine soidal هذي sine wave اللي هي sine soidal هاي triangle وهاي اللي هي pulse اوكي طيب شي يقول لي يقول لي اش قد هي تبدي بزيرو من الزيرو والقمة ما لدها يعني هذا زيرو اللي هو vss وكأنما vss هو zero وال n اللي هو 1.8 volt اذا تذكرون بداية الشرح من طلعت الكوزموسكوب شفناها شفنا الاشارة الفولتية لما خليت المؤشر كانت 1.8 volt طيب اش قد المسافة الخاصة بيها هنان اش راح يصير عندي لحظ هنان ال voltage source هو مثل ما قلت لكم بين ال n وبين source low voltage high voltage order of the bus is as low لا لاحظ هاذ 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 التوضيح خليني حتى نمس ه يقول second the the second i and third vss labels indicate that vn is applied between the nodes n and vss and vss مثل ما ذكرت انه هاذا مصدر الفولتية يتارجح بين ال n وبين vss اللي هو n 1.8 وال vss هو 0 طيب يقول the voltage voltage source with the above specifications order of the pulse parameters is as follow طيب شوفوا الorder احنا شقدنا هاذي تمثلنا low voltage اللي هي الصفر وهاذي تمثل ال 1.8 الhigh voltage اللي هي لاحظوا هاذي الhigh voltage اللي هي 1.8 وهاذي هي low voltage الزيرو لاحظوا هاي الزيرو وهاذي ال 1.8 طيب خلينا نجعل يشارع ال off time اشقد ال off time اهنان عندي لاحظوا ال off time اشقد هي منطفية اهنان 49 nanosecond هي off time بال zero بعدها rise time اهنان اش عندي يقول اكو rise time مو صفر فهنان اشقد عندي rise time فقط للشرح 1 بال 10 nanosecond اوكي لاحظوا هاذي 49 لاحظوا هاذي 49 بال 100 nanosecond خلينا هنا اوضح لاحظوا هس عندي بديت بس مش عندي ال n اللي هو 1.8 volt وال v s اللي هو 0 بديت بديت من الصفر يقول لي اش قد off time اش قد تمشي تمشي 49% nanosecond انت off time فمشيت مقدار 49 nanosecond بعد هش قل هاي ال 1 بال مية تمثلي rise time فهي مو هش مستقيمة لا بيها ميلان فهذي اش قد مقدارة هذا 1 بال مية nanosecond وصل للثمانية 1.8 volt وصل الهاي الضيمة يقول لي on time الخاص بيك اوكي ال on time الخاص بيك راح يكون 49 واربعين اش قد راح يكون عندي آني راح يكون عندي اهنا وان صعد of time راح يكون عندي مثلا ايضا 49 بالمية nanosecond هذا on time ومن ارجع انزل خليني اهنان ومن ارجع انزل الفول time ايضا واحد بالمية nanosecond اوكي وراح يرجع عندي انا اش عندي راح يكون عندي عندي off time اللي هو ايضا 49 nanosecond اوكي هذا كل الكلام اش قد يكمل اذا نجمع الperiod كلها اش قد اتمثلي واحد nanosecond يعني انا هسا بدي اتمن الصفر واعلى شي الواحد وثمانية بالعشرة 49 بالمية مثل هو ال on time مثلا او off time الفول time هو واحد بالمية nanosecond والرايس time هو واحد بالمية nanosecond اذا فول 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 time وبعد off time وش قد انت زمن عندك اوكي مثل هذا راح يكمل تجمعهم يعني يعني 49 49 بالمية زائد 1 بالمية 50 بالمية ومن عندك 1 بالمية ومن 49 بالمية nanosecond صارت ايضا 50 بالمية nanosecond طيب نرجع ونقول هذا الشرح كملنا ما نريده بعد ريد برنامجنا اصغر ما يقوم يقول هذي هذي شغلات مرات من تريد توقف شغلات تضطي ان كومنت هذا ما علينا هسا بي ما نريده بعد يعني ما نريد شوية صار الشرح ايضا هم طويل نوع ما وبنفس الوقت يعني احنا ما نريد نثقل عليكم اريد صراحة اريد اشرح بالتفصيل بنفس الوقت اريدكم اتطبقون حتى تعرفون شنو اللي يصير طبعا اذا ما اتطبقون هذا اكيد ما رح تعرفون شنو اللي يصير هذا ما يحتاجه اس الكود الجديد dot major dot major لاحظوا الشرح الخاص بيها هذا الشرح اللي هو بين asterix بين النجمات dot major هو يفهم البرنامج يعني اعاز هذا نقدر نقيس بي dc او ac او transit اذا كتبت dc هنا يقيس dc واذا كتبت ac ac واذا كتبت واذا تقيس transit تكتب tran فهس هاي مكتوب tran يعني قيس tran هذا الاسم اللي بعد t delay one وهنا t delay two هاي اسماء احنا نخليها تقدر انت تخلي هنا مثلا اي اسم مثلا ما اريد اغيرها بس خليها مثلا t delay one t delay two اذا تذكرون بالبداية من نفذ نجم كان مكتوب عندنا ملف اللي هو الملف mt zero كان مكتوب عندنا t delay one t delay two الترق الترق معناها البيجين هنا هاد dot مجر شو تسوي ها dot مجر اريد اقيس delay time يعني شنو عنش عندي انا هسا اشوف كم شنو اللي عندي انا عندي دخلت هو inverter دخلت له هذا المدخل الoutput اش راح يكون عندي هس انا دخلت واحد الoutput راح يكون عندي بالحقيقة يكون عندي صفر تمام فاني اردقي سوين ته جد جد اخذ وقت لم الحد ما صار عندي output طبعا بالمناسبة الشكل الموجة مو هو هيتش يعني الشكل الحقيقي الموجة هيتش هو اكو عدنا ميلان مو 100% هذا الonput طيب الoutput وين تتحسس هذا الoutput فاني اقيس مننا من 50% لما صار عندي rise time ومننا لما صار عندي fall time اجي اقيسهم على الزمن اقيسهم يطلع لي هنا اشقد مقدار الزمن فهذا التريغ اللي تشوفوها هنا هذا التريغ يعني البداية اللي هي مثل rise time واضح يقول لي لما توصل الفولتية قيمة الفولتية لما توصل 9 بال10 بالfall الخامسة طبعا الفول والrise هاي يعرفها هو يعني هو يعرف الموجة الداخلة لبالس وبيها صعود وبيها صعود اللي هو الرائس ونزول اللي هو الفول فيحسب مو اول موجة لان بالعادة اول موجة واخر موجة يصير مو تام مات ياخذ الوقت فقال لي بالموجة الخامسة سواء rise او فول واش قال لي قال لي لما توصل الفولتية 9 بال10 هي الفولتية كلها 81 بال10 اقسمها على اثنين يعني لما نص الفولتية لاحظوا انا قصة هنا لاحظوا لاحظوا هذه المنطقة نص الفولتية نص الفولتية يعني ما وصلت للنهاية ولا هنا وصلت للنهاية من النص هذه حتى تكون القراءة اكثر مضبوطة طبعا هذه امور حتى لما نقول نص مو البداية مو كذا هذه امور اللي دارس يعني ديجيتال ديزاين يعرف هذه الامور والتفصيلات ليش نقيس هنا ما نقيس بالبداية بس انا اشرح من الصفر يعني اقول هي المعلومة احيانا مو بالضرورة انت تاخذها بدرس احيانا هذه المعلومة اللي اشرح لك اياها شخص عارف شنو هي وشارحها بشكل مفهوم تكون هي هذا الفهم اللي تحتاجها نفس الكلام هذا للرائز وللفول طبعا فهذا الشرح احذف ما احتاجه مثل ما قلت لكم الفول 5 and rise specified the 5th rising and falling age respectively the 1st val equal 0.9 implies that the measurement should start when the input voltage reaches a value of 0.9 volt half way between VDD and VS the second val equal 0.9 volt means measurement should stop when the output voltage reaches a value of 0.9 يقول fall 5 rise 5 يعني pulse 5 نحدد rising fall r fall حتى حتى نشوف نتائجنا T-Delay هذا قلت لكم أكو ملف اسمه .mt اللي شفناه بالبداية هذه هي فضل .print فضل .print هذا هو اللي يطبع لنا ياهم الملف اللي يطبع لنا ياهم للملف ال-MT-0 هنا الريد مجر جديد هنا ترانزيت هنا الريد مجر جديد لل-dynamic power ال-average power during the period when switching activities happen ال-dynamic power يقصد بها هي ال-power اللي صير عندنا بين ال-on-off وبين ال-off-on يعني هاي اللي بالتسلسل من هو on ايش قد يأخذ من on-off ومن هو off ال-on يعني من لوجيك مثل one ال-zero من لوجيك zero ال-one هاي جديد يأخذ وقت فهذا الكود لاحظوا هنا لاحظوا 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 هنا dot major كانت تران هنا dot major dyne power هنا لانا تقيس average power dyne power من تكتب له من يكون عندنا average و power هو راح يعرفها انه يقيس dynamic power لذلك هو هنا طبعا هنا شي يقول dyne power is the variable name chosen by the user يعني هاي dymp power هاي انت احنا نقدر نغيرها نقدر احنا نكتب احمد مثلا اوكي بس احنا ما ريد نغير شغلات تاني لاني صراحة هاي سموها neymonics اوكي احباي neymonics احباي العبارة هاي neymonics يعني مختصرات يعني مرات شايفين text تنكتب heech بس بالneymonics تنكتب heech بالبرمجة اوكي picture مثلا picture heech تنكتب بس بالneymonics تنكتب heech اوكي فاضح فاكو امور هذي الامور اه خلوها نفس ما هي الاستند يعني نفس ما مستخدمة استلاحا يعني مستخدمة traditional شيوعا اوكي طيب بعد ايش عدنا تلاحظون هذا السطر البرمجي don't end هنا شنو الشرح ارجع و اقول بما انو عندي نجمة قبلة فيعني شرح command فيقول all h spice dex and with dot end يعني من تبدو برنامج الh spice من تريد تنهي لازم نهاية تخلي don't end statement تخلي عبارة don't end حس احب لازم تحظوا لي كم سطر هاي تصميم هذي الدائر الانفيرتر كم سطر بالحقيقة بالحقيقة هو 18 سطر برمجي لكن هنانا اذا شوفون بهذا البرنامج اللي قبل شوية 108 طبعا 108 تشمل هذي الفواصل خلي نقول هذي الفواصل 30 اوكي يعني تقريبا 80 80 سطر في حين هو احنا شفنا انه جد عدنا 18 فاحيانا احباي اللي اريد اوصل لانه البرنامج هذا اهاي اكو شروحات بس كلش مفيدة لا تستغني عنها انا انا احبيت اشوفكم حبيت نشرح خطوة بخطوة وهس راح نفذ حتى تشوفون شنو اللي يصير عندنا هس اوپن هس انا ما راح افتح بس انتظروني هس نحفظ 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 عندي الانتظروني اللي هو اللي هو ابو الحج اللي هو ابو الحجي اللي ابو الشروحات هذا او الشرح اللي شرحه هواي وهذا غادي قليني افتح هذا اللي احنا قلنا شرنا الشروحات اللي ما نحتاجها وهي اللي هو بشروحات اللي هو 109 لعين وهذا اللي هو فقط 18 لعين اللي قدت لكم اتمثل الزبدة مع البرنامج يعني اذا تريد بدون ما تخلي شروحات لكن ارجع واقول ابد ابد نصيحة من شخص اختصاص ومن شخص دارس software design software engineering software specifications دائما وثق برنامجك هذه الكودات كلش كلش مهمة راح ترجع لها انت مو كل يومية تشتغل ببرنامجك انت احيانا مرات اسابيع مرات اشهر ومرات سنين اوكي فدائما خلي الشرح وثقه حتى بعديا انت تعرف شنو هذا الكود وشنو اللي يشتغل طيب فهساني راح افتح ال new open قبل لا انطي simulate لاحظوا هنا كم ملف عندي خلي نبطي refresh اوكي لاحظوا من انطي simulate كم ملف يصير عندي شنو اعترض عندي مشكلة اكو عندي مشكلة control F ورد خلي عندي اوكي اوكي هو هنا اعترض يقول لي read and install اوكي warning new as باللاين اوكي باللاين 14 don't print td td t delay one ابوشين هذا فعدنا باللي دوت مجرين هذا سمينا احمد اوكي اوكي ما اسمه المودل احمد دوت تيكس طبعا نشوفوا مرات احنا من نغير تصير عندنا شغلات بالحقيقة توقحها يعني لازم نتوقح الشغلات يجوز في مكان ما هو اسمه بيسم 180 ان بيسم فهذا يعني مدى نشوفهاني مدى عشوفهاني فاصل عدي هاي المشكلة اللي راح اسوي خليني ارجع للديزاين الخاص بيه الاصلي وارجع اشوف هذه المشكلة رأسا بعدها قائمة مرات بعض الامور انا افضل انه ما تغيروها يعني صير مشاكل لين اكو امور من تجد تتبعها صراحة تاخذ وقت يعني انت بالعادة ما عندك انه ما عندنا وقت انضيع بالخال بلاش على امور تخص مجرد تغيير الاسم تغيير الاسم يسبب مشاكل لان ما تعرف هو قد يكون معتمد شي على شي اموما طبعا اكو عدي هو قفز الشي بعده بس اذا نشوف الطاني وورنينج الشي الحلو انه اكو وورنينج بس هو بالحقيقة طاني الامتي طاني الديلي هذا واللي هو قبل شوية نفسه تي اار لا بالحقيقة تي اار بعدها ما كولي نحتاج تي اار طيب خليني افتح الانفيرتر نفسه احنا ما غيرنا شي الانفيرتر البرنامج الاصلي تي سيميليت لاحظوا اشتغال لي ما عندي مشكلة اذا اكو فد في مكان ما اكو صار عندي فد بالنسخ والحذف اكو فد عدي مشكلة فطبعا هاي تكونت للفودرات اذا هسا اشوف الانفيرتر دوت الاس خليني ابحث عن الابورت ما لقيت الابورت لاحظوا خليني ابحث عن job concluded راح اشوف job concluded معناه ما عندي مشكلة كل شي سلام اهنانا خليني اشوف احتاج اشوف بالكوزموسكوب بشكل الموجه اللي هي بال بالTR فايل راح ادن open بلوت فايل اوكي vn vout والi o vn طبعا هاي احباي اللي تغلقوها الشاشة ذا غلقتوها ينغلق البلوت هاي لاحظوا اهنا هذا عندي الoutput وهذا الonput لاحظوا مقابيل الصعدة هذه صعدة اهنا نزلة هذه صعدة اهنا 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 عفوا النزلة هذه صعدة وتلاحظون من التغيير من النزلة للصعدة ومن الصعدة للنزلة اوكي قابلها تيار اكو عندي يصير عندي سحب للتيار عاضح هذا اللي حبيت اه اشوفكم اياه اه طبعا احباي طيب احباي اذا كان الشرح مفيد ان شاء الله انتظرونا اه بشرح قادم اه بسيركت اخرى وتفاصيل اخرى عن التحليل اه اكيد اذا عجبكم الشرح ادعوكم للانضمام للقناة ومشاركتها مع زملائكم ان شاء الله يكون عندنا اه حلقة اضافية قادمة ان شاء الله نحاول نكون علاقات منتظمة ننتقل مرحلة مرحلة نقوي انفسنا بالدزاين نرسم على الجهة اه كدوائر منطقية مبدئيا وبعدين كيف نحول الدزاين الى تصميم الى برمجة بالأيتش سبايس وشنو اللي نحتاجه اه نقرأ ونحلله ارجع اقول برنامج الى ايتش سبايس من البرامج المعتمدة والموثوقة والمعتبرة تشوفوها ابتداء من مشاريع تخرج الطلبة اطاريح الماجستير والدكتوراه ونشوف النظرة عليها طبعا الى ايتش سبايس برامجة ممكن تستخدمها مع برامج اخرى ممكن تستخدم هوية الماتلاب ممكن تستخدم الدزاين الخاص بك اذا اريدت تشتغل ليعوت يعني وكأنما تبني دائرة الكترونية فكلش كلش مفيد متداخل مع برامج اخرى يعني معرفتك هي فعلا قوة في مجال المعرفة بالالكترونيكس بالسيميليشن والتستين اتمنى يكون الشرح وافي وكافي اتمنى تكونوا استفدتم دمتم برعاية الله وحفظه احبتي اشتركوا في القناة